هذا ستكون أول مرة أستخدم بها اسم نورمار بمقاطعي فخليه يشوف شقد راح يجيب مشاهدات أقصد شقد راح يكون أكون متابعين من نورمار بقطع اليوم راح يكون هو عبارة عن مقارنة يوتيوبر الحلقة رقم 4 المنافس الأول فريق نورمار طبع فريق نورمار هو فريق سوري عندهم مجموعة من القنوات ولكن قناتهم الأساسية هي نورمار اللي فيها 4 ملايين مشترك تقريبا المنافس الثاني فريق ففانابولي طبعا هو هم فريق سوري وعندهم مجموعة من القنوات وقناتهم الأساسية ففانابولي اللي فيها تقريبا 5 ملايين طبعا هو حاليا خافي المشتراكات بسوي 5 ملايين ويعتبرون أكبر فريقين باليوتيوب حاليا كالعادة طبعا التقييم راح يكون عبارة عن 5 نقاط راح تتوزع عليهم بالحلقة النقطة الأولى واللي هي نقطة الالتزام صباح وسويت حلقة على ففانابولي واللي كانت من مقارنة الحلقة الأولى وتكلمت إنه وسام مش كثير منتزم باليوتيوب فهذه تجار تشوفوه من مقاطع بحيث إنه آخر شهر ممنزل غير فقط خمس مقاطع أي بمعدل تقريبا مقطع واحد بالأسبوع أما نورمار هم تقريبا مش كثير منتزم باليوتيوب ولكن على الأقل إحصائيته أفضل من إحصائيات ففانابولي فمنزل تسع مقاطع آخر شهر أي بمعدل تقريبا مقطعين بالأسبوع فهذه نقطة بالتأكيد راح تروح الفريق نورمار النقطة الثانية هتكلم عليها هو اللي هي نقطة جودة المحتوى صراحة بأمري ما أشوف مقطع النورمار ولكن شفت إلا أكثر من مقطع قبل ما أجهز لهذه الحلقة على مول أقدر أحكم بهذه النقطة وحاتب للخاص اللي أعرفهم اللي تكلموا عنه النورمار توقعت إنه الجودة راح تكون سيئة ولكن صراحة أنا ما شفت الجودة سيئة هي ما كانت جودة خرافية ما كان يمنتج ولا أي شيء وفي أحيانا يكون مقاطع خربانة بالصوت أو مثلا أفكاره صراحة مش كثير خرافية وصوات مصغرة عادية جدا أما بالنسبة للفريق فافانابولي فمثل ما ذكرت قابل إنه محتوى صراحة كثير قوي وجودة المحتوى عنده كثير قوية فيه كثير مقاطع عنده خرافية صراحة وفيه بعض المقاطع تكون سيئة ولكن في الغالب لما حتشوف مقطع الفافانابولي مقطع حيكون جودة عالية فإذا حبينا نقارن بيناتهم صراحة أنا نشوف فريق فافانابولي يتفوق من ناحية التصوير ومن ناحية المونتاج والأفكار فهذه نقطة 100% حتروح الفريق فافانابولي النقطة الثالثة واللي هي نقطة الشخصية بهذه النقطة حيكون منافزة ما بين وسام وما بين نورمار لأنه ما راح أقدر أحط كل أعضاء الفريق فخليه أن نبدأ لن نبدأ بنورمار نورمار صراحة المشكلة واللي خليني ما أتابع واللي هو أنه حش شخصيته موجهة للبنات أكثر أنه يجذبهم أكثر من عندي صراحة أنا أحس أنه شخصيته مش كثير رهيبة يعني لو كان مثلا جماله أقل فأحس أنه ما راح يكون عنده كثير متابعين مقارنة أنا بوسام اللي من أول ما طلع باليوتيوب كانت شخصيته صراحة عفوية وكثير خرافية من ناحية يعني تضحيكم لهذه الكلام فهذه الشي صراحة خلي الجمهور يتعلق بوسام من أول مطلع مش لمن مثلا بدي يطلع بناتوية أو من هالكلام يعني وصراحة أنا أحس شخصيته وسام كثير صعب من واحد يتغلب عليها فأكيد راح توحى هذه النقطة الوسام النقطة البعض هو اللي هي حب المتابعين أكيد المتابعين يحبوهم اثنين هاتهم بس كالعادة ما راح أقدر حكم بهذه النقطة إلا أنتوا تحكموا لي بالكومنتات خلينا نشوف منه يعني أكثر راح يكون متابعين أو منه يحبون أكثر جمهوري يحبون فريق نورمار أو يحبون فريق ففانبولي فاكتبونا بالكومنتات وخلينا نشوف صراحة أنا أتوقع شي بالي فخلينا نشوف إذا أنتوا هتكونوا مثل النقطة الأخيرة هتكلم عليها واللي هي السيطرة على الفريق أيضا هذه المنافسة هتكون فقط ما بين وسام وما بين نورمار لأنهم يعتبر يعني قاد الفريق واللي يسيطرون على أجواء الفريق خلينا نبدأ بوسام تيكيت وسام تيكيت الصراحة أن شخصية قوية ولكن بنفس الوقت هو شخص عنيد بالشغل وما أحس كثير عنده سيطرة بحيث يقدر يخسر عفراء بسهولة بنفس الوقت خسر ياسمين ما يقدر أنه يسيطر عليهم يخليهم ويا فريقة فصراحة أنا أحس أنه وسام كقيادة شخصية قوية ولكن بنفس الوقت كسيطرة على الفريق أحس أنه ما عنده سيطرة على الفريق عكس نورمار صحيح أشوف شخصية نورمار مش كثير قوية أو جدية مثل وسام تيكيت ولكن بنفس الوقت تحس أنه عنده سيطرة على الفريق بنفس الوقت يخلي الفريق كله يعني قلب واحد نادر ما صراحة أسمع أنه مثلا صارت مشكلة بين فريق نورمار يعني فهذه النقطة اكيد راح تروح الفريق نور مارو في هذه الحالة حتكون تعادل تبقى هذه النقطة الاخيرة حتحكمون بيها بالكومنتات خلينا نروح حاليا الفقرة الاخيرة واللي هي فقرة اراء المتابعين طبعا حسيت ان هذه الفقرة ممكن تكون شوية مملة فحبيت ان اضيف جيم بلاي يعني نعرض لكم احنا وده نقضى التعليقات عمد اقدر اخذ راحتي انه داخل التعليق خمين يعني تعليق الاول من بارك فطر يقول الصراحة الاثنين طلع تعليقين يب الصراحة الاثنين كثير خرافيين واكيد ما وصلوا الحاليا اللي هما وصلوا لها الا اذا ما كانوا يعني هما ناجحين وده يقدمون محتوى جميل تعليق البادة من جنا زرزر تقول فريق ففانبولي عطول بيتغير وبيطلع حدا وبيفوت حدا اما فريق نور مار ثابت ما بيتغير بس بيزدادوا الاشخاص ما بينقصوا هاي من النقاط من حيث الاستمرارية اعضاء الفريق فتروح الفريق نور مار يعني نقدر نقول هو لخص او جنا رخصة لخصت نقطة السيطرة على الفريق الذكرتها انه فريق ففانبولي دي يطلع من عنده اشخاص ما قادرين انه يسيطرون على الفريق اما فريق نور مار دي كبار الفريق وما حد يطلع روح للتعليق اللي بعده تعليق اللي بعده من سلامي مهم سلامي يقول كل فريق عنده محتوى مختلف وطريقة مختلفة بس ففانبولي محترف اكثر من فريق نور مار يمكن بسبب العمر يب فريق ففانبولي صراحة انه يتفوق يعني كخبرة بهذا المجال لانه اتوقع صار لهم فترة اطول من هذا واتوقع انه عندهم خبرة يعني دراسة كيخراج وهي شي يعني تعليق اللي بعده من بدون اسم يقول كل فريق الى شي ميز بي بس صراحة انه يرتاح النور مار اكثر احسهم بسيطين ويريدون يرسمون للضحك على وجوه الناس اكثر من مشاهدات شوفوا اكيد اي فريق بالعالم هم المشاهدات واكيد اي واحد يعني هم بهم ففانبولي او نور مار يحبون ويرسمون للضحك تعليق اللي بعده من اسرار او اسراء المهم تقول فريق نور مار برأيي بصراحة ما يتقارنوا فريق نور مار ما لهم كثير في اليوتيوب اما فريق ففانبولي من زمان لهم في اليوتيوب وعندهم خبرة اكثر وعندهم جودة اه الساعة جديدة نور اشترى كاميرا فاظن جودة احسن عن فريق ففانبولي اوكي ياب صراحة اني جودة المحتوى يعني كان اتفقوا اياه بفكرة جودة المحتوى تعليقا بعده من سوسو مون تقول فريق ففانبولي فريق وسام هو الاقوى والاحلى انا بحب كل الفريقين بس ففانبولي بحس انه محتوى فخم واهم شي انه متعوب عليه فعلا صراحة كده متعوب عليه من ناحية التمثيل ياب وسام بطل وكان احلى قبل ياب صراحة ان فريق ففانبولي قبل كان افضل عشان كده عشان كان في ياسمين بس لسه وسام خوي من ناحية المحتوى عكس نور مار بحس انه تحديات تافه مو متعوب عليها صراحة ان تحدياتي كلها تافه سواء كانت الفريق ففانبولي او فريق نور مار يعني أنا صراحة الشيء صراحة اللي يعجبني فريق فافانبولي هو السكتشات ففي هذا أنا صراحة ما تابع فريق نورمار لأنه معدهم لاسكتشات معدهم معدهم شيء قضية ميزهم التعليق البادئ من نوفمبري المهم ما يقول فافانبولي أكيد أفضل على قلب فيهم شباب وتنوع ممثل فريق نورمار كلهم بنات أعصابكم يتجلادين صراحة أنا بخايف صراحة في ردة فالتجلادين على هذا المخطأ ولا هم تعادلوا يعني عادي المهم يب صراحة فريق فافانبولي منوع ولكن حتى نورمار توقع منوع ممكن لهم بنات حسب ما اللي لاحظت بس ما أدري يمكن البنات أكثر على كل اللي نحصل لنهاية المقطع أتمنى حقا عجبتكم لتشتركوا بالقناة وقلولي إذا عجبتكم فكرة أنه نحب جيم بلاي بالنهاية وبس والله مع السلامة